في نورة بقية حابة اتكلم مع حضراتكم فيها فيما يخص ايمان اشرف ايمان اشرف لاعب راجل لاعب رائع لاعب يلعب في اكثر من مركز حط ده كله على جنب عشان ما فيش خلاف على ايمان اشرف انا بس واخد على ايمان اشرف وده اللي قاله النهاردة مسلمان انه ايمان لما اضطرد حصل خلاص بقى يعني الامور انتهت بالنسبة للاهل في المباراة طرد ايمان اشرف النهاردة للأسف كان بدون داعش زي ما كانت ضربة جزائف مع المنتخب كانت بدون داعي زي ما كرات اخرى كثيرة مع النادي الاهلي كانت بدون داعي زي لما كان ايمان اشرف بياخد انذار فمسلمان يطلعوا ويخسر تغييره في الدفاع عشان عارف ان ايمان ممكن يتهور وياخد طرد ايمان اشرف ايمان اشرف من اللعيبة اللي لازم تتطور في الحتة بتاعة التهور عنده مهارات كبيرة فنية وعنده امكانيات كثيرة ورجولة مش طبائية بس التهور ده ممكن يخسر فرقتك بدون قصد اكيد بدون قصد بس انت لازم تتطور خاصة ان انت لعب عندك خبرة كبيرة دي الملحوظة لانك تحابة اتكلم عنها في الامور الفنية النهار لكن فنية الاهلي كلها في اللعب لا الامور تعدي ومعايا النهاردة نجوم من نادي الاهلي السابقين يتكلموا كمان في تفاصيل اكتر لكن انا بس الملحوظة بتاعة ايمان اشرف دي اعدت افكر فيها النهاردة هو ليه يعني ليه ايمان اشرف احيان بياخد قرارات متهورة جدا ممكن تلغبط الفرقة تماما ترجمة نانسي قنقر